قال عصمان بن عفان رضي الله عنه طالبنا العفو عن ابن أبي صراح يا رسول الله إن أمه كانت تحملني وتمشي وترضعني وتقطع وكانت تلطفني وتترك فهبه لي هذه الكلمات قالها سيدنا عصمان بن عفان رضي الله عنه وهو يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو عن عبد الله بن أبي صراح تذكر عصمان تفولته ما فعلته معه أم عبد الله السيدة مهانة بنت جابر الأشعري التي كانت تعامل سيدنا عصمان بن عفان أفضل من ما عملته لسيدنا عبد الله بن أبي صراح رغم أن عبد الله بن أبي صراح هو ابنها بالولادة والرضاعة وأما سيدنا عصمان فكان ابنها بالرضاعة فقط وطلب العفو كان بسبب أن عبد الله بن أبي صراح كان قد أسلم ثم ارتد وعاد إلى مكة وافترع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام 630 أمر بقت 11 شخص وكان بينهما عبد الله بن أبي صراح وعندما ذهب عصمان بن عفان ليفتفقت بيته في مكة الذي تركاه منذ سنوات طويلة نتيجة تجارته للمدينة وجد بداخله عبد الله بن أبي صراح مختبئ وخائفاً واهتوسل العصمان قائلاً إني والله اخترتك فاحتسبني ها هنا وذهب إلى محمد وكلمه في أمري فإن محمداً إن رآني ضرب الذي فيها عيناي إن جرمي أعظم الجرم وقد جئت تائباً فقال له عصمان بل تذهب معي فدخل عصمان على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بيد عبد الله وطلب من الرسول العفو عنه بتلك الكلمات فعف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا عاد عبد الله بن أبي صراح إلى الإسلام فكان لا يظهر وجهه للرسول ويفره منه وإذا قابله صدفة يسلم عليه ولا يضع عينه في عين الرسول هجلاً مما فعله وكانت حسن إسلامه فلم يرتدي مع المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عام 632 وحقق الكثير من الإنجازات ومنها كان أحدى قادة فتح مصر عام 640 ميلادياً فقد كان قائداً ميمنة جيش عمر بن العوص رضي الله عنه تولى حكم سعيد مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فنزم أمورها وأسكن الفتن وتولى حكم مصر في عهد الخليفة عصمان بن عفان عام 646 ميلادياً فطور جايشهر يصبح حكومي بدل الاكتفاء بالسيطرة على الداخل فتح فتحاً عظيماً في بلاد النوبة والسودان وعقد عهداً بينه وبين ملك النوبة بأن يؤمن التجارة ويحافظ على المسجد الذي تم بنائه في دنكالة وأما أعظم إنجازاته فهو السيطرة على البحر المتوسط وإنهاء السيطرة بيزنطية بعد أن انتصر عليهم في معركة ذات السواري عام 655 ميلادياً وأغرب 900 سفينة بيزنطية غز أفريكا ثلاث مرات ووصل جيوشه إلى تونس بعد مقتل الخليفة عصمان بن عفان عام 656 ميلادياً اعتزل الفتنة وذهب إلى عصقلان في فلسطينة وعاش فيها باقية حياته متفرغاً للعبادة إلى أن مات ودفن فيها عام 685 لا تنسوا الشراء في القناة ودعمنا بلايك شكراً لكم